السلام عليكم مشاهدين سمنا تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم هاد النوع الجديد من البسبوسة يعني بطريقة مختلفة وبمقادر جد صحية للكبار والصغار وغادي تشوفوا معي الوصفة وان شاء الله تجربوها وترضو عني نبدو مع الوصفة ان شاء الله هنا يا كاس ديال شوفان او النخالة يعني اللي عنده النخالة كتجي حسان وحسان كاس يعني فيه نص نوات كوكو جوز الهند ونص زنجلان ويلما كين زنجلان يعني ديرو غين وات كوكو يجي عاود يعني حسن نحمرهم زيان مزيان انا كان فضل نحمرهم غير في المقلع هنا المقادر ونسيت باش نحط كاس ديال سكر سانيدا سمحولي نبدو مع الوصفة على بركة الله هنا نديرو جوج بيضات نضربوهم يعني بالضرب او بملعقة خشبية او يعني ما كتتحتش يعني هادي ضروري تضرب كاس الا الربع زيت نباتية كنضربو مزيان مزيان نزيدو سكر يعني كاس الا الربع سكر او يعني تقدرو ما تديرو شقاع كاس عامر مهم حسب الدوق وانا كان دير كاس كل الربع كاس حاليب يعني كنت رجل الحرارة ديالو عادية يعني ديال المطبخ كنزيدو الفاني ونحاودو نخلطو مزيان نزيدو هنا يا كاس سميد يعني ناعم رقيق ماشي الغلد يعني سميد الرقيق هنا كاس ديال الشوفان يعني كان طحنوه شوية ماشي بزاف بزاف شوفان وكما قد تكون في اول فيديو او النخالة يعني انو خالكت جيزوين نحت هي ونزيدو عاود الكاس اللي فيه زنجلان ونواد كوكو والصراحة حميد تكون يتخلطيها كتعطي واحد الريحة زوينة هنا عندي 15 قرام ديال الخميرة الحلوة خميرة الحلوة وصعفين خلطوه مزيان مزيان ونجدو المول ديالنا نديرو ورق الطهي او لما كانش نتهنو بالزبدة ونرشو للدقيق باش ما تلسقناش وإلا كان ورق الطهي يعني من احسن حتى يكتشي خفيفة بزف بزف وهنا دخلت هالفورن الحرارة ديالو 175 درجة لمدة 25 دقيقة وإلا شتوها ما تحمرتش طلعوها شوية الفوق باش يعني الوجه ديال يجي محمر هنا ينخرجوها يعني تت تبرد واحد شوية يعني تكون دافية وصعفي عاد نسقيوها بالحليب أنا در 300 ميلي لتر ولكن كي اللي ما يبغيش البسبوسة فازقة بزاف تقدرو تديرو غير النص أو مهم اللي يعجبكم أنا يعني ولدتي كي يبغيوها يعني يبغيو البسبوسة فازقة بزاف وحتى أنا كتعجبني يعني بهالطريقة هذي يعني درت فيها 300 ميلي لتر عجباتنا ونخليوها تبرد تقدرو تكتافيو بيها يعني بحال هكا وتقدرو تزينوها يعني بأي نوع من الشوكولاتة أنا ما بغيش نكتر بزاف الشوكولات يعني كي اللي يبغيها بزاف أنا يعني مع الوليدات وهذا وليت كان نقش شوية الشوكولات يعني كي ما شفتو درت غير شوية على حساب بواحد 150 قرام بس تقيتها بشوكولات شوية الحليب وزينتها بالشوفان يعني الشوفان ما متحونش وكي ما شفتو هذي هي النتيجة ونتمنى البسبوسة ديالي تكون عجبتكم وتجربوها وترضو عليها في التعليق وما تنسوش تخليولي إعجاب وتعليقاتكم الرائعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر